ملفات السيف داتا اكتر مشكلة بتقابلنا وكمان ازم عندي لما باجى بيا الجهاز وحد يسجيب جهاز تاني عايز اخد الملفات دي النهاردة معانا الحل لو انت جديد معانا على القناة اهلا بيك انت مع العتاولة انزل اعمل اكوا لايك سبسكرايب او اشتراك وفعل الجرس عشان وصلك كل الفيديوهات الجديدة يلا بنا نبدأ شباب السلام عليكم ازاكوا عتاولة اخباركم عامليني يا رب بخير دايما معكم اسلام فايت في فيديو جديد وحشيني يعني اليومين ديو الحمدلله مستمرين كده في الفيديوهات وكل يوم فيديو او كل يومين فيديو فالموضوع دعاجبني او يا رب يا رب نستمر على هزا الحال ملفات السيف من الحاجات اللي بنعاني منها ليه؟ لان انت ممكن يبقى عايز تغير الهاردسك بتاعك الهاردسك بتاعك في مشكلة او باز مثلا او هايبوز فانت محتاج تاخد نسخة من الملفات دي او عايز تضيف الملفات دي عندك الجهاز بتاعك عاستي فرماتو حصل في حاجة عندك واحد صاحبك عنده لعبة وعايز تاخد عشان تكملها عندك اي لعبة بتنزلها من عند النت وعايز تغلي الحاجات اللي فيها زي لعبة كراش سي تقر مثلا العربيات والشخصيات والناترو والعجل والتفاصيل دو كلها انت عايز تلعب الحاجات دي وتستمتع بها انت وصحابك في حاجات كتير اوي انت محتاج تعملها هاي تحب ملفات السيفو وللاسف الموضوع بدا صعد هايز اقولك ان انت لو مش معدل الجهاز اعونك اكثر من الناس اللي معادلت لها بالاش ingrediente هذه الملفات التي عمتن استخدامها شباب هاي الملفات دي سهلة جدا ملفي سيف للاعبة جي تي اي و هذا الملف هو بيكي جي الذي سنستطيعه على جهاز بلاستيشن فور هو ابولو و الناس الذين لديه بلاستيشن سري يعرفون ابولو لأن كان هذا عملاق من العملكة بلاستيشن سري ملفات السيف دعونا بقى في الفيديو ستضغط هذا الملف و ستجد ضغوط هذا الملف سيظهر هذا الملف هذا بالشكل هم دول اللي هنستخدمهم هنيجي بقى للفلاشة بتاعتنا هنخش على الفلاشة نيجي هنا الفلاش لازم تأكد بروبرتز ودي تأكد من نظام الفورمات انه هو EXFAT لو لقيته مش EXFAT هتدوس كليك يمين على الفلاشة وبعد كده هتيجي هنا فورمات وتختار من هنا EXFAT ودوس على ستارت يالله يا عم اعمل لك فورمات للفلاش والله ما انا حرمكم من حاجة عملنا فورمات للفلاشة وديلوقت الفلاشة فاضي هنيجي هنا نعمل بقى فولدر جديد وركزه في الكتابة سيبقى بي اس بي اس فور كابتل ما فيش حاجة سمول يا رجالة ما عندناش سمولات احنا وهنا سيبقى سيف داتا كل حاجة كابتل يا شباب وما فيش نسافات وبعد كده هتخش هنا تركز بقى هنا برضه هتعمل ستاشر صفر تركز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اتنين تسار عشر 11 12 14 14 15 16 كتير برضه ستاشر صفر عمده كله هم ستاشر صفر بعد كده هتيجي هنا هتخد بقى الملف ده اللي هو بلف السيف ده اللي انت هتنزله هنزل منين بقى ملفات السيف دي في موقعين هسابلكم في الدسكريبشن موقعين دور رهوب قوي يعني الان الاتنين افضع من بعض في الملفات هتلاح عليهم ملفات الألعاب والتفاصيل دي كلها هتنزل اللعبة في الضغط بتاعها وتنقلها هنا جوه الستاشر صفر دولم كده انت جاهز يا معلم هتأخد بقى الملف ده كمان قبل كده وتحط على سطح الفلاشة اللي هو البيكيشي بقى ده اللي احنا هنسطبه على الجهاز أو هننزله على جهاز البلاستيشن فور بتاعنا يلا بينا على جهاز البلاستيشن ده جهاز البلاستيشن ده جهاز البلاستيشن يا شباب زي انتو ما شايفين انا دلوقتي اللعبة اللي هي جي تي اي دي هنقفل اللعبة خالص كده اللعبة يعني ايه و هنخش لمسح بقى ملفات السيف بقى بتاعت اللعبة ونشغل اللعبة عشان نتأكد يعني هنخش هنا بقى في مساحة التخزين وعندك هنا بيانات محفوظة وهنا اللعبة هي ده السيف بتاع اللعبة زي انتو ما شايفين هدوس تحديد وامسح هزف هزف يلا يا عم و��ي ل 2014 لمسحN كمان يبقى كنه على الاب بتاضي هل تفعل التعديل بتاعتك و لو انت من الناس اللعبة مش عارفة الفيديو ده خاص بالاجهزة المعدلة ولو انت عايز تعدل الجهاز بتاعك و لكنك ينفع من تسعة وتحتExn تعدل السيفتوير بتاعتك شوف في الفيديو ده الفيديو ده ازاي تقدر التعدل السيفتوير باتاعتك lagenayı تسعة و قبل التعديل خلصت كده هتشغل التعديل زي ما ودنا وبعد كده هتطلع فوق تخش بقى في الاعدادات وجلدهن وباكدش انستولر وتركب بقى الفلاشة بداعتها فلاشة اللي احنا حطينا عليها التفاصيل ده كلها وصلها بعد ما توصلها هترجع ورا كده دلوقتي ابوله ظهر اهو ويس هو كان متسطب عندي انا اقول له يس يكمل عليه هنرجع ورا بس كده البرنامج ظهر معنا قبل ما نخش في البرنامج هنفتح اللعبة ونتأكد ان اللعبة ما فيهاش اي ملفات سيف ان اللعبة على البيض انا مش عارف اي كلمة اللبيض اللي احنا مستلمناها في الحلقة النهاردة دي بسيها تبقى على البيض فاضية خالص هنا يا شباب اللعبة بدأت والناس طبعا كلها يعني انا من انتهاء اللي مجيش واحد تسمع الفيديو ده مالعبش لعبة جيتي وعارف ان هذه البداية هي دي البداية بتاعت اللعبة رجال هنرجع ورا ونقفل بقى اللعبة نعمل اغلاق ونيجي بقى لنقطة مهمة انت دلوقتي وانت رايح تنزل اللعبة ومن على اي موقع مثلا فانت عايز تعرف الطاية الاي دي بتاع اللعبة لان اللعبة ليها نسخة امريكية نسخة اوروبية هنا تفاصيل كتير كده فانت هتعمل ايه؟ هتفتح المتصفح بتاعك التعديلة بتاعتك انا كنت شرحت التفاصيل بتاعتي التعديلة دي وهتيجي هنا هتشغل الوربس تول بوكس هتدوس عليه كده وتشغله وبعد كده هترجع ورا وتيجي هنا تخش في الاعدادات هتلاقي اورب ستول بوكس ظهر معاك هتنزل هنا في اورب ستول بوكس سيتنج وبعد كده هتيجي هنا في شوق تايتل اي دي ليبولز وتدوس عليها وترجع ورا ليه بقى؟ زي ما انت ما شايف ظهر لك التايتل اي دي على اللعبة من فوق اللي هو اخره ربعمية وتسعة عشر لو انتو فاكرين واحنا على الكمبيوتر خدنا الملف بتاع اللعبة كان هو نفس التايتل اي دي لو اوله سي يو اس اي وفي النهاية كده ربعمية وتسعة عشر لازم تتاكد ان هو ده نفس التايتل الاي دي اللي انت هتاخده تحطه على الفلاشتين اللي هو على الدهاز عشان يشتغل معاك لان في اكتر من اصدار للعبة خلاص كده تمام هنخش بقى هنا نفتح الابولو البرنامج فتح عشاب زي ما انت ما شايفين ونشرح القايمة بتاعته كده في السريع دي قايمة التروفس بتاعتك يعني اللي انت خدتها واللي انت هتاخدها يعني ده وده وبعد كده هنا هتلاقي فيه يو اس بي سيفز دي الملفات الموجودة على اليو اس بي زي ما انت ما شايف وهترجع تخش هنا اللي بعدها اتش دي دي سيفز دي الملفات الموجودة على الهارد بتاعك بتاع الجهاز نفسه البريستيشن وبعد كده هنا اونلاين دي الملفات السيف لو انت عايز تنزل اي ملفات اونلاين تمام دي حاجة حلوة جدا على فكرة وبعد كده هنا اليوزر طولز وبعد كده السيتنج وترجع بقى ايه اليوزر طولز دي دي مهمة جدا لان انت من هنا لازم تعمل اكتفيت اليوزر بتاعك هتخش اكتفيت باس باس فور وتيجي هنا اليوزر بتاعك انا اليوزر بتاعي اسلام هتيجي هنا توقف على اليوزر اللي انت فيه حاليا اللي اللعبة متسطبة عليه يعني ازاي هتعرف هترجع وراء هنا الكائمة رأسية هتلاقي في عندك فوق اليوزر بتاعك انا عندي مكتوب زي انتم شايفين دلوقتي اسلام ده كده اليوزر اللي انا عليه واللعبة شغال عليه لازم تتأكد النقطة دي هتيجي هنا تختاره وتدوس على اكتفيت وبعد كده انت كده اكتفت اليوزر بتاعك وكل حاجة تمام هترجع وراء هتيجي هنا تخش في اليوزر هيظهر لك هنا لان انت لو مش ما اكتف اليوزر بتاعك مش هيظهر لك هنا الفلاشة الفلاشة مش هتقرأ معاك هنا غير لما تعمل اكتفيت اليوزر بتاعك ويبقى كل الاسماء اللي احنا شرحناها في البداية اللي في البراد دي كلها نفس الاسم هتيجي هنا تخش على اللي هي انكريبت دي وبعد كده تخش هنا تعمل كابي سيف جيم تو اتش دي يعني هتنقل الملفات دي على الهارد بتاع البلاستيشن بتاعك هتدوس اكس ودلوقتي بيقولك انه هيعمل سيف قل له ايس وبعد كده موافق كده هو نقل ملفات السيف من على الفلاشة للهارد ديسك بتاع البلاستيشن بتاعك تعالوا بنا نرجع دلوقتي ونيجي هنا نشغل اللعبة ونشوف هل فيه تغيير ازا انتو كنتو شايفين الوضع كان عامل ازاي اللعبة كانت بدأة على البيض احنا دلوقتي هنشغل اللعبة ونشوف اللعبة هتبقى على السود ولا على الحمر ولا ادنيا يا شباب تسعين في المية اللعبة بدأت واو اللعبة بدأت واو ملف الصيف اشتغلوا كل حاجة تماما افتح الخريطة بص كل حاجة تماما كل حاجة تماما ننزل من العربية وما فيش معك اي مشكلة في اي حاجة مبروك يا شباب كده الملف اشتغل معك وما عندكش مشكلة في اي حاجة وده كان فيديو يعني ايه ازاي تقدر تاخد ملف او تجيب ملف من على النت او من اي حد من صحابك مثلا وتضيفه عندك على جهاز البلاستيشن بتاعك الفكرة دي حلوة جدا وسهلة جدا وهتنفعنا كتير قوي وانا بتنفعني بالذات لما بيجي ابيع الجهاز او احدث او اجيب جهاز تاني اخد ملف من عاري سيف واحتفظ بيه بعد كده ارجع احطه على الجهاز تاني وده بقى الفيديو اللي ان شاء الله لنا هعمله لكم لو حبين لو حبين كومنتات تكتبوا لي ان انتوا عايزين اعمل لكم فيديو ازاي تقدر بقى تاخد نسخة من الجهاز بتاعك نسخة سيف من الجهاز بتاعك وتحتفظ بيها او تنقلها لجهاز بلاستيشن تاني عايزين بقى نوصل ال 100 الف احنا دلوقتي 40 الف او داخلين في الاربعين فخلص يعني عايزين نوصل يعني من الاربعين للمية 60 الف الموضوع سهل و بسيط شدو حولكم عاية شوية عايزين نوصل ال 100 ان شاء الله ورأيك لو انت واحد جديد من العتاولة تنزل تعمل لايك سبسكرايب واشتراك وتفعل الجرس لو انت واحد قديم شر الفيديو ولو انت جديد برضو شر الفيديو مشو تخسر حاجة شوفك الفيديو الجاي سلامة